اثار قرار المحكمة الدستورية في تركيا جدلا واسعا بعد الغائها قانونا اقره البرلمان السيف الماضي يسمح بمحاكمة العسكريين امام المحاكم المدنية المراقبون اعتبروا قرار المحكمة الدستورية خطوة الى الوراء مراسلنا ناصل سنجي والتفاصيل في الوقت الذي كان يسعى فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب اردوغان الى مزيد من الاصلاحات الديمقراطية للحد من تأثير الجيش على الحياة المدنية في البلاد جاء قرار المحكمة الدستورية بالغاء قانون محاكمة العسكريين امام المحاكم المدنية كلطمة قضائية غير منتظرة للحكومة تركيا وقياسا بالسنوات السبع الماضية تعد دولة اكثر حرية ودولة رفعت من معايير ديمقراطية فيها الى مستويات عالية يستطيع كل من فيها التعبير عن رأيه ومناقشة جميع القضايا دون اي موانع اعضاء المحكمة الدستورية الاحد عشر صوتوا ضد القانون الذي اقره البرلمان التركي الصيف الماضي لكن حزب الشعب الجمهوري المعارض رفع دعوة امام المحكمة الدستورية لابطال القانون وكسبها في الحقيقة تركيا تعيش تحولا ديمقراطيا منذ بضع سنوات يهدف الى رفع وصاية الجيش عن الحياة المدنية لكن قرار المحكمة الدستورية جاء ليشكل ضربة موجعة لهذا التحول الجيش سارع الى عقد مؤتمر صحفي لتوضيح موقفه من هذا القرار الذي يصب في مصلحته وفق المراقبين اذ ان خطط الانقلاب ضد الحكومة الحالية والتي كشف عنها مؤخرا كانت تهدد كثيرا من منتسب الجيش الحاليين والمتقاعدين بتقديمهم للمحاكمة امام المحاكم المدنية مع ابطال المحكمة الدستورية قانون محاكمة العسكريين امام المحاكم المدنية تنتقل جميع القضايا العسكرية التي كانت امام تلك المحاكم اليا الى المحاكم العسكرية ويرى بعض المراقبين ان قرار المحكمة الدستورية يعد نصرا احرزه اليساريون لمصلحة الجيش على حزب العدالة والتنمية الحاكم وان هذه المواجهات السياسية لن تنتهي في بلد لدى محكمته الدستورية صلاحيات واسعة يتفق المراقبون هنا على ان قرار المحكمة الدستورية هذا يضع ديمقراطية تركيا امام اختبار صعب ويعجل بتغيير الدستور العسكري الحالي بدستور مدني من اسطنبول عبدالناصر سانجي بي بي سي اشتركوا في القناة